يظل المشهد في الشمال السوري معقدا فبالمنطقة تتشبك المصالح وتختلط الأوراق خاصة بعد البوادر التركية لشن معارك محتملة ضد الوحدات الكردية والتي بدأتها باستهداف نهاية التشرين الأول الفائت لمنطقتين الأبيض وعين العرب كوباني وتحسبا لأي هجوم تركي استهدف الشمال السوري أرسلت الوحدات الكردية تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا لتعزيز مواقعها داخل المدينة خاصة بعد رصد تحركات عسكرية مكثفة للجيش التركي على الجانب المقابل للحدود أما التحالف الدولي فيتابع مساعيه لخفض التوتر في المنطقة حيث وجه طلبا لميليشيا قسد يدعو فيه لتغيير قياداتها وإزالة رموزها في المناطق التي تستولي عليها شمال سوريا فيما قالت مصادر مطالعة إن قوات التحالف بدأت تسير طلعات جوية على طول الحدود مع تركيا بدل الدوريات المشتركة بين قسد والقوات الأمريكية وذلك وفقا لقرار اجتماع عين عيسى الأخير بين كل من أمريكا وفرنسا وميليشيا قسد كما سيتم نشر خمسة آلاف جندي فرنسي على الحدود بدلا من الوحدات الكردية وفق الاتفاق وعلى الصعيد الشعبي تشهد المناطق التركية المقابلة لمناطق شرق الفرات حراكا شعبيا للدفع بتسير العملية التركية المرتقبة لسيما من أبناء العشائر العربية والذين هجروا على يد تنظيم داعش وميليشيا قسد عقب استلائها على المنطقة الله أكبر